موجة نزوح جماعي إلى أوروبا تنبئ بأزمة إنسانية قد تكون باهضة ثمن بحسب متابعين مئات الآلاف من المدنيين يفرون من منازلهم خوفا من الهجمات الروسية على بلادهم تفيد آخر الإحصائيات باستقبال أوروبا خلال الساعات القليلة الماضية أربعة آلاف لاجئ أوكراني فيما تشير التوقعات إلى الأسوأ حيث من المنتظر أن يصل عدد اللاجئين المحتملين إلى أوروبا خمسة ملايين في حال تساعدت وتسارعت وطيرة الحرب بالموازات مع تطورات التصعيد العسكري الروسي على أوكرانيا وما خلفه من معضلة إنسانية قد تكون حادة يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمم المتحدة تعمل على توسيع نطاق تقديم الدعم للاجئين الأوكرانيين وتخطط لطلب مساعدة تصل إلى ملياري دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا اليوم في أوكرانيا على الرغم من التحديات المتزايدة تعمل الأمم المتحدة على توسيع نطاق تقديم الدعم المنقذ للحياة إن المدنيين يموتون ورد بالفعل أن ما لا يقل عن مائة ألف أوكراني قد فروا من منازلهم مع عبور العديد منهم إلى البلدان المجاورة ما يؤكد الطبيعة الإقليمية لهذه الأزمة المتنامية على الرغم من إعلان دول وسط وشرق أوروبا الأقرب إلى أوكرانيا استعدادها لاستقبال موجة ضخمة من اللاجئين الفارين من الهجوم الروسي إلا أن مراقبين يستبعدون تأهب القارة العجوز لمواجهة العدد الهائل من اللاجئين خاصة في حال صعدت روسيا من هجمتها العسكرية ودخلت الحرب طورا جديدا من الشراسة